من جانبه أكد هشام خليفة مدير قطاع المشروعات بسندوق تحيا مصر أن القفلة تضم مختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حقيقة منذ بدء الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة في قطاع غزة وعلى مدار خمس أسابيع متواصلة من العمل على مدار الساعة بيستعد سندوق تحيا مصر بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركاء الإنسانية المتمثلين في وزارة تضام الاجتماعي بيت الزكاة والصدقات الهلال الأحمر المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من شركات والمصانع المصرية ورجال الأعمال وكمان مؤسسات المجتمع المدني كل بيتشارك الحمد لله استعد السندوق بالتعاون مع شركاء في تجهيز وأعداد قفلة المساعدات الإغاثية لأشقاءنا في قطاع غزة الحمد لله تم تجهيزها بكل دقة وعناية القفلة بإذن الله تتحرك النهاردة القفلة محملة بأكثر من 2500 طن من المساعدات اللي بتتمثل فيه مساعدات طبية أجهزة طبية أسرة عناية مركزة ألاف العبوات من الأدوية كراسي لزوي الإحتياجات كل ما يتعلق بالمواد الغزائية سواء الجفة أو المعلبات الأغطية المفروشات الملابس المنظفات أدوات العناية الشخصية الحمد لله القفلة فيها تقريباً كل الأصناف اللي ممكن يكون أشقاءنا في القطاع محتاجين لها دلوقت اشتركوا في القناة